بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين ومتابعي قناة صدى الفكر أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلها تكون المرة الأولى التي تزورون فيها قناتنا وتودون أن تعرفوا شيئا عنها وإنه لمن دواعي سروري أن أحيطكم علما في نبذة مختصرة عن قناتكم صدى الفكر بداية لا أزعم بأنني من أكثركم علما ولكنني أسدد وأقارب وأبذل وسعي في تقديم اجتهادات وتحليلات وأفكار متواضعة أرجو أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأن يجعلها الله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة ثم تنال إعجابكم كما أحاول من خلالها رفع الوعي وبث الأمل وكشف المؤامرات وفضح المخطفات التي يحيكها الأعداء كما أجتهد في تقديم محتوى نافع لا يجنح للإثارة بل أسعى جاهدا أن يضيف جديدا لحضراتكم أتحر فيه العلم النافع والمعلومات الصحيحة من خلال الأبحاث العلمية والمصادر الموثوقة والمعتمدة وقد استفدت كثيرا من تعليقاتكم وتفاعلاتكم كما أشكر كل من ساهم بنصيحة أو بكلمة صادقة أو معلومة نافعة فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ورحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي وأحمد الله وأشكره أن جعل من قناة صدى الفكر نافذة أطل من خلالها على جمهور كبير راقي أتشرف وأعتز بمخاطبتهم جميعا كما أشعر بأنني من خلال هذه المنصة وكأنني أسبح في بحر واسع فسيح لا ساحل له ولكن حسبنا أننا نجتهد نسدد ونقارب فمهما بلغنا فسيظل علمنا محدودا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وختاما أشكر كل من دعم القناة سواء بالاشتراك أو بالإعجاب أو بالنصيحة أو ساهم في مشاركة المحتوى لغيره أو دعم القناة بأي وسيلة ولو بدعاء صالح أو بكلمة طيبة فبكم ومن خلالكم نطور قناتنا كما نستطيع أن نصحح المسار ونضبط البوصلة فكونوا معنا دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر